قبل عامين كانت رايات النصر تنصب على رمال هذه الأراضي المفتوحة بعد معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي مثل النصر تتوجاً خاصاً لجنود الجيش الوطني فمدرية بيحان استعصت عليهم لثلاثة أعوام حين استبسل الحوثيون لبقاء المديرية تحت سيطرتهم ولذا فإن المناسبة لم تكن تمر على محافظة شبوة دون الاحتفاء بها خاصة أنها بدأت تتحسن حياتها من جديد مع تعيين محمد بن عديو محافظاً لها الرجل الذي بدأ مهامه بإيطاحة مراكز النفوذ والفساد وتنصيب موظفين وفق معيار الكفاءة والنزاهة ارتفعت الطموحات لبن عديو مع وضع يده على العلة التي نخرت البلاد ومنعت وقوفها من جديد وعلى الفور وجه باستئناف إنتاج النفط والغاز من محافظته النفطية غير أن الأمر لم يرق للإمارات التي تمددت هناك عبر المجلس الانتقالي الجنوبي وواجهنا تعنت أطراف عملوا على إفشال كل جهد وإعاقة كل تحرب ووضعوا العراقيل في الطريق كررنا خطابنا لهم بأن شبوة سعنا وتسعهم كونوا على قدر المسؤولية والتحدي طرقنا أبوابهم استمعنا لكل أقوالهم واستجبنا لكل شروطهم حتى أوصلهم الطيش إلى رفع السلاح في وجه إخوانهم سعدت الإمارات بصورة أكبر ضد المحافظ وفي أغسطس الماضي كانت قوات النخبة الشبوانية المدعومة منها تشعل النيران في منحيط مدينة عتق مركز المحافظة هاجموا عاصمة المحافظة بجيوش ضخمة من المدرعات الإماراتية التي كان أبطال الجيش الذين خاضوا معركة تحرير بيحان في أمس الحاجة لبعضها دون جدوى وأمام هذا الوضع لم يكن أمامنا من خيار قير الدفاع عن الدولة فتحقق لأبناء شبوة نصر جديد صدت القوات الحكومية هجوم الانتقالي وخلال مدة وجيزة بسطت سيطرتها على كل المحافظة عدم عسكر العلم ومنشأة بلحاف الغازية الموقعين الذين لا يزالان بيد القوات الإماراتية مد المحافظ يده إلى كل المكونات في شبوة في تأكيد على أن لا يقص أي طرف في محاولة لاستعادة المحافظة كل حقوقها وتصدير النفط والغاز غير أن ذلك يبقى تحدياً يمكن تحقيقه ما لم يكن للإمارات والانتقالي الجنوبي رأي آخر